يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ونستعين بإذن الله جل وعلا على ما يكون فيه صلاح ديننا ودنيانا حديثنا في هذا اليوم عن مناسك الحج وأنواع النسك و لما فرض الله جل وعلا الحج فإنه جعل له مناسك متنوعة يأتي كل واحد من المكلفين ما يناسبه و لذلك لما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالحج والعمرة ومنهم من أهل بالعمرة فدل ذلك عند أهل العلم على أن من أهل بواحد من هذه الأنساك فقد أتى بالذي عليه واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما هو مشروع أول هذه الأنساك هو التمتع والتمتع أن يأتي الإنسان بعمرة ثم يحل منها حتى إذا جاء اليوم الثامن شرع في أعمال الحج بأن يلبي بالحج في موضعه و يكمل مناسك الحج على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا صفتها وما تعرفون من أحكامها ثم النوع الثاني من أنواع الأنساك هو القران والقران أن يحرم بالحج والعمرة لكنه يفريق عن التمتع أن التمتع يؤدي كل واحد من النسكين منفردا أما القران فإنه يقول لبيك حجا وعمرة ثم يؤدي أعمالهما فتدخل العمرة في الحج يطوف طواف القدوم ثم يسعى سعي الحج إن أراد تقديمه وإلا بقي محرما ثم عند فعله لأفعال الحج يأتي فيطوف طواف الإفاضة ثم يسعى إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم والتمتع والقران كلها مما يجب على من وفد على هذين النسكين أن يهدي هدياء الثالث من هذه الأنسك هو الإفراد وهو أن يحرم بالحج منفردا فيأتي ويطوف طواف القدوم ثم يسعى سعي الحج إن أراد تقديمه أو يؤخره وهو باق على إحرامه إلى أن يشرع في أعمال الحج في اليوم الثامن ثم يتمها فلا يحل حتى ينتهي من أعمال يوم النحر التي توجب ويشرع بعدها التحلل إذا رأيتم هذه الأنساك الثلاثة فهي كما قلنا أنه لكل واحد أن يأتي منها ما يريد وأنه لا حرج على من اختار واحدا من هذه على آخر ولا يكون في ذلك منقصا أو مخلا بما أمر الله به من إتيان هذه الشعيرة وفعل هذه الشريعة التي أمر الله بها وهي حج بيت الله الحرام لكن لو قال قائل كلها علي سهلة فأي شيء أفضل وأي شيء أكمل وأي شيء تنصحني به فهذا الحقيقة مما جرى فيه بين أهل العلم رحمه الله تعالى نظر واختلاف ونظرهم واختلافهم بحسب ما جاء في الأدلة والأشهر عند أهل العلم الذي جاء عند الحنابلة وجماعة من أهل العلم أن التمتع أفضلها ووجه التفضيل في التمتع أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه عليه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت وذلك أن من ساق الهدي يعني من جاء بالهدي معه من بلاده فإنه لا يجوز له أن يحل حتى ينحر هديه فيبقى إذا محرما إلى اليوم العاشر أو إلى يوم الحج حتى يفعل أفعال الحج وينتهي من إحرامه بعد ذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لا أني سقت الهدي لأحللت فقالوا ففي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل التمتع على غيره ولأجل هذا جرى عليه ابن عباس وشدد فيه ويعني حث الصحابة على أن يفعله ثم إن هذا فيه أيضا فائدة من جهة أن أعمال العمرة تعمل كاملة منفردة وأعمال الحج تعمل تامة منفردة فكان ذلك أتم من أن يكون بينهما تداخل وبين أعمالهما يعني اشتراك فهذا أيضا وجه للتفضيل ثاني ووجه للتفضيل الثالث وهو أن الإنسان يبقى ما بين العمرة إلى الحج في حل ولذلك قال الصحابة يا رسول الله لما أمرهم بالحل بعد العمرة قالوا أي الحل؟ قالوا الحل كله قالوا نأتي منا ومذاكيرنا تقتر بالمني يعني أنهم يأتون أزواجهم ويفعلون ما أباح الله لهم من غشيان نسائهم قال نعم فدل ذلك على أنه أسهل للإنسان وأيسر عليه وما كان أيسر على الإنسان فإن الشريعة قد جاءت به ولأن الإنسان لو بقي على إحرامه فيمكن أن يكون قد تلبس بمحظور أو فعل ما لا يجوز له فعله فيكون ذلك سببا لنقص حجه الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا غفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذا أيها الإخوة يعني مختاره جماعة من أهل العلم وكما قلت لكم أيا كان فعله لواحد من هذه الأنسان فقد فعل ما أمر الله جل وعلا به لكن لو قال واحد أنني على مذهب مثلا المالكية فأحب أن أكون مفردا وهم يفضلون الإفراد فنقول لا غضاضة عليك في ذلك ولا حرج وإن قال آخر أنني على مذهب أبي حنيفة وأنني أكون في ذلك قارنا ويفضلون القران نقول أيضا هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعلك أنت مأجور عليه ومثاب ولو قال مثلا الشافعية أن شافعي فأتمتع أو أفرض لوجود قولين عندهم في ذلك فنقول كل ذلك قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فليكن من عملك على نفسك تيسيرا وتسهيلا ولتفعل ما تطيب به نفسك فإنك بإذن الله جل وعلا على أجر ومثوبة واقتداء وسنة بقي أن تعلم أيها الموفاق أن من ساق الهدي وما معنى سوق الهدي سوق الهدي يعني أن الوافد إلى مكة لفعل هذه الشعيرة فإنه يسوق معه من الإبل أو البقر أو الغنم ما يريد به التقرب إلى الله جل وعلا بذبحها في هذه البقاع وفي هذه العرصات المباركة بإذن الله جل وعلا فنقول من ساق الهدي على هذا النحو فإنه لا يجوز له أن يحل فلا شك أنه يبقى قارنا إلى أن يحل من إحرامه في يوم الحج الأكبر في اليوم العاشر بعد أن يتخلص أو يفعل ما يفعله من أعمال الحج التي توجب له ويشرع معها التحلل فهذه مسألة ينبغي أن تكون في أذهانكم وعندكم المسألة الثانية أن من الناس من يأتي إلى الحج وهو لا يدري أي هذه الأنساك يريد بل ربما لبس إحرامه ونوى الدخول في النسك ولم يدري على أي شيء هو يقول أنا نويت الحج طيب أنت نويت الحج متمتعا أو مفردا أو قارنا يقول والله ما أدري قالوا لا الحج فقلت نويت الحج وانتهينا في هذا نقول لا غضاظة على الإنسان في ذلك وإذا نوى الإنسان مطلقا فإنه يكون في ذلك نيته صحيحة وله أن يصرفه إلى أي واحد من هذه الأنساك شاء فإن شاء أن يكون بعد ذلك متمتعا وإن شاء أن يكون قارنا وإن شاء أن يكون مفردا فإذا جاء يسألك فتقول هذه هي الأنساك ولك أن تختار أحدها وذلك أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قدم من اليمن فسأله يعني بما أهللت فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قارنا فدل ذلك عند أهل العلم أنه يجوز أن يكون الإنسان قد نوى وأطلق وأن له أن يصرفه إلى أي واحد شاء بل قالوا لو نوى ونسي ما نواه يعني يقول أنا والله ما أدري هل كنت متمتع هل كنت قارن هل كنت مفرد لا أدري فعند أهل العلم يقولون أل أتم له أن يكون متمتعا لأنه حتى لو كان قارنا أو كان مفردا فإن القارن والمفرد أل أتم له أن يتحول إلى التمتع فيكون ذلك كما يعني أتم له وأكمل فإن كان من الأصل قد نوى التمتع فهو قد فعل ما نوى وإن لم يكن قد نوى التمتع وإنما نوى الإفراد أو القران فإن المفرد أو القارن يجوز له ويشرع له أن ينتقل إلى التمتع فيكون انتقل إلى ما هو أكمل وأتم فلا يكون عليه في ذلك غضاضة و لا يلحقه في ذلك إثم ولا نقص هذا إذن ما يتعلق بأنواع الأنساك وأفضلها و ما ينبغي للحاج أن يحج بواحد منها ثم هنا ينبغي أن يعلم أن هذه التسهيلات و أن هذه أمور تيسير من الشريعة و الشارع ليفعل الإنسان ما يليق به و ذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يرون أن فعل العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر و أعظم العظائم و لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة و المقصود أنه يعني أنها تفعل في أشهر الحج فلذلك قد تفعل معه في حال التمتع منفردة و قد تفعل في القران كما قلنا مشتركة فخالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية و ما كانوا يفعلونه و ما كانوا يعتادونه و هنا أيضا إشارة إلى ما ينبغي التنبيه عليه و هو ما يتعلق بالهدي الهدي من الشعائر العظيمة و التي ينبغي للإنسان أن يفعلها خاصة أننا في هذه الأوقات قل من يأتي إلى أن يأتي بهذه السنة و سنة الهدي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فكان في المدينة يرسل مع الصحافة الذين يذهبون إلى مكة لعمرة أو حج بعض الهدي من الذبائح التي تذبح تقربا لبيت الله الحرام تقربا لله جل وعلا في بيته الحرام للفقراء و المساكين و أيضا إذا خرج لعمرة فإنه يشرع له أن يحمل معه ذلك و إذا كان في حج فهو أتم أكمل فإن المتمتع على سبيل المثال يجب عليه هدي واحد و القارن يجب عليه هدي واحد لكن يشرع للمتمتع و للقارن و حتى يعني أن يزيد من ذلك شيئا كثيرا فيهدي عشر عشرين من الغنم من الإبل من البقر النبي صلى الله عليه وسلم أهدى و هو قارن مئة من الإبل بل حتى المفرد لو أهدى من الغنم و نحو ذلك فإن ذلك يكون فعلا مستحبا وسنة مهدية إذا كان الإنسان متمتعا أو قارنا و لم يجد هديا فإن السنة في حقه و الواجب الذي عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله و الثلاثة الأيام تكون في اليوم السادس و السابع و الثامن أو السابع و الثامن و التاسع فإن لم يكن فإنه يفعلها في أيام التشريق و إن كان صيامها ممنوع إلا أنه رخص أن يصومها من لم يجد الهدي كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت أيام التشريق أيام أكل و شرب لله جل و علا و ذكر إلا أنه رخص فيها لمن لم يجد الهدي فيصوم فيها ثلاثة أيام ثم سبعة إذا رجع إلى أهله المقصود إذا انتهى من الحج سواء صامها في مكة أو صامها إذا رجع إلى أهله فرضا ثم ينبغي التنبيه أيضا إلى أن تعلق الهدي بالمتمتع إنما هو إذا كان من غير أهل مكة إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام و حاضر المسجد الحرام المقصود بهم أهل مكة و ما جاورهم يعني مما قاربها من القرى فإنه لا يجب عليهم الهدي أما ما سوى ذلك من أهل الأمصار فإن الهدي واجب عليهم و ذلك أن التمتع هو تمتع المتمتع بماذا بأن أدى نسكين و هما العمرة و الحج في سفرة واحدة فلأجل ذلك شرع له أن يأتي بهذا الهدي و أن يأتي بهذه النسيكة تقربا لله سبحانه و تعالى هذه إشارة موجزة إشارة سريعة إلى أهم ما يتعلق بهذه الأنساك من حيث أنواعها و من حيث أفضلها و من حيث ما يجب فيها بقي أن يقال في هذا أن محل ذكرها هو عند الإحرام إذا جاء يحرم يقول لبيك حجا للمفرد لبيك حجا و عمره للقارد لبيك عمره متمتعا بها للحج إذا كان متمتعا أسأل الله سبحانه و تعالى أن يزيدنا و إياكم من الفقه و الهدى و البر و التقى و أن يجنبنا الشر و الردى و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الكتاب الذي نزل على رسوله و الكتاب الذي نزل على رسوله و الكتاب الذي أنزل من قبل و من يكفر بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا